اشتركوا في القناة فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في النسخة الرابعة والأربعين من منتدى البركة المبارك بعنوان مقاصد الشريعة الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي السلام الملكي تأتي ندوة هذا العام لتنزل بالمقاصد الشرعية إلى أرض الواقع وتحديداً لتعمل على تطبيق مقاصد الشريعة وتحقيقها من خلال مؤسسات الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته وخدماته إننا نتطلع إلى حلول عملية لتكون مقاصد الشريعة عموماً وبقاصد الاقتصاد الإسلامي عنوال المرحلة القادمة إننا لنهنى بهؤلاء الباحثين الذين قدموا من أسقاع الأرض ليشاركوا بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية ليظهرها للعالم أجمع وأسرع آلية للتطبيق هي نقل التجارب الناجحة من دولة لأخرى ولعل تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير القطاع غير الربحي بكل مؤسساته جديرة بالاهتمام فهي نموذج يحتذا به ضرورة العمل المشترك لتعزيز اقتصاد إقليمي وعالمي بأخلاقيات وضوابط إسلامية تركز على قيم العمل والعدالة والمسؤولية ويأتي على رأس هذه المؤسسات منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ونبدأ باتفاقية التعاون بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمركز السعودي للتحكيم التجاري والآن مع اتفاقية التعاون بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية هذا إهداء كريم فليتفضلوا مشكورين فأهلاً بكم في اليوم الأول من منتدى البركة الرابع والأربعين للاقتصاد الإسلامي نحن الأوان أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا وليس بأيدي غيرنا وبفكر غيرنا هل المقاصد التي نتحدث عنها مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحدث عنها الفقهاء أو أن هذه المقاصد لم تكن موجودة ومعروفة لأولئكم العلام الذين كتبوا في المعاملات المالية خصوصاً وأن موضوع المقاصد الشرعية الحديث عنه في هذه الآونة لم يعد من باب الرفاهية هنا المقصد الأساسي والرئيس لكل الأشياء هو عبادة الله ترجمة نانسي قنقر